شهد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مرسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نعم تتعلق مذكرة تفاهم بالتعاون بين الجانبين في مجال التدريب وأجراء التمارين المشتركة وذلك بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة والعميد الركن مسلم محمد سعيد الراشدي نائب قائد حرس الرئاسة لمقاومة الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهدف مذكرة التفاهم الموقع إلى وضع الأسس والمبادئ العامة بشأن التدريبات والتمرين المشترك والتمرين المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات العسكرية